مادتين خاصين بقانون الإصلاح الزراعي ايه حكايت بقى قانون الإصلاح الزراعي؟ قانون الإصلاح الزراعي لما قامت ثورة 23 يوليو 52 كان من أهم بندها أو أهدفها القضاء على الإقطاع القضاء على الإقطاع كان يترطب عليه الاستيلاء على ملايين الفدادين التي كان يستحوذ عليها الإقطاعيين في مصر صدر قانون الإصلاح الزراعي بأن يتم توزيع هذه الملايين من الفدادين على صغار الفلاحين كل أسرة كانت بتاخد تقريباً خمس فدادين كان المفروض الرجل الفقير الفلاح البسيط بيتقدم بطلب بأنه هو عايز ياخد حصة من هذه الأطيان يقوم بزراعته هذا الطلب كان بيتضمن اسمه وزوجته وأولاده اللي كانوا موجودين معاه أو من كان يعولهم من أبناء أخواته أو أبناء أمومته أو أقاربه فكانت الاستمارة بتتقدم بالطلب الطلب يتشكله لجنة تشوف عدد المدرجين بتعمل حاجة اسمها استمارة توزيع أطيان الإصلاح الزراعي اللي كل المنتفعين بالإصلاح الزراعي معهم هذه الاستمار الاستمارة دي فيها اسم مقدم الطلب اللي هو يتم توزيع الأرض الزراعية له بما يتضمنه ممن أولاده وزوجته ومن يعولهم من أقرباء كنت تلاقي الاستمارة فهي ابن العم وابن الخالة وابن يعني كانت تشمل أسماء غير أسماء الأسرة اللي بيتولى أمرها المنتفع تشكل اللجنة تسلموا الأرض ويفضل يدفع الأقصاد ويزرع في الأرض لحد ما يصدر قانون الاستيلاء وقانون الاستيلاء بعده بتبقى الدولة استولت على الأطيان خلاص وبعدين بتقوم عاملة اختار للشهر العقاري بتسجيل المساعات بالأبعاد بالحدود والبيانات بتاعتها على الناس اللي في استمارة التوزيع جرت العادة والأمور من سنة اتنين وخمسين حتى صدور هذا الحكم سنة الفين وطمانتاشر يعني هذا الزمن الطويل كان ترطب عليه ان فيه لهذا المنتفع اللي تصدرت له استمارة التوزيع يتولد له عيال تانين كمان ما بقوش مبحثين في استمارة التوزيع وكانت زوجته تطلق او تموت يقوم يأتي بزوجة اخرى ما هيش في استمارة التوزيع فلما ييجي يسجل القطيان في الشر العقاربي يسجلها على الواردين في الاستمارة ما فيش فيها بقى اولاده اللي تولده بعد الاستلامه للارض وبعد تقديمه لاستمارة التوزيع وما فيش فيهم الزوجة الجديدة وفيهم الزوجة المطلقة اللي ما بقاتش تاخد منه حاجة المفروض ملهاش حقوقه عنده شرعا وقانونا فحصل ان في فقوس اخين اقاموا دعوة بامام محكمة فقوس بطلب ندب خبير في الدعوة تكون مهمته تحديد الانصبة وبناء على هذا التحديد تقضي المحكمة بقسمة وتوزيع تلك الاطيان على المنتفعين لما تدولت الدعوة امام محكمة فقوس دفع محامي المدعين بعدم دستورية نص محكمة المدع الفقراتين الثانية والثالثة من المدع ثلاثة من القانون رقم ثلاثة لسنة ستة وتمانين في شأن تصفيد بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعي فيما نصت عليه اولهما من عبارة ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع وإلى الورصة عنهم وفيما نصت عليه الفقرة الثانية الثانية من عبارة وبالنسبة للمنتفع المتوفي فيقتصر توزيع حصته على ورصته الشرعيين دون المساس بحساس باقي الافراد المدرجين معه باستمرت البحث يعني ايه يعني ان الصندول كانوا صدروا سنة ستة وتمانين بتعديل التصفية في انه يوزع او يقسم على الاسماء الوردة في استمرت البحث المحكمة شرحت زروق المحكمة قبلت الطعن بعدم الدستورية وامرت وامرت المدعين باقامة دعوة امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصين دول المحكمة الدستورية العليا نقشت في شرحها للوقائع والزروف اللي اتعرضت عليها الدعوة وربطت بين الصفة والمصلحة في اقامة هذه الدعوة باعتبرهم من ورسة المنتفع بقوانين الاصلاح الزراعي وانهم لم يكن ضمن المدرجين في كشف التوزيع كان القانون تلاتة لسنة ستة وتمانين كان بيدلهم نصبهم في الجزء اللي موجود في استمارة التوزيع الخاصة بمورسهم فقط بعد ما يخرج من الارض بقيت الناس المدرجين من اخواته او امه او الورسة او من كان يعقولهم يعني تعالوا نضرب الرجل ده كان واخد مثلا خمس فددين هيبقى نصيبه في استمارة التوزيع فدانية والثلاث فددين متقسمين على الزوجة والاولاد واولاد العام وكافة المدرجين معه في استمارة البحث فكان القانون تلاتة لسنة ستة وتمانين بينص على ان دول ياخدوا نصبهم في الفدانين بس بتوعبوهم رغم انه هو اللي مقدم الطلب وهو اللي زرع الارض المؤرس يعني وهو اللي زرع ابوهم وهو اللي زرع الارض وهو اللي سدد الاقصاط وهو اللي خلص التمن وهو اللي مقدم طلب انه يستنم الارض كل الزروف دي كان هذه النصوص مستبعدة ترجمة نانسي قنقر